يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري وشهد المطار اليوم إجلاء عدد من المصابين لدولة قطر في إطار تعاون بين قطر ومصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين كما يواصل معبر رفح البري عمله في دخول شحنات المساعدات الإنسانية واستقبال الجرح والمصابين ومزدوج الجنسية تعاون لما وصلنا للي وصلنا له من إجلاء ففي تعاون ما بين وزارة الخارجية القطرية ووزارة الصحة يتم الطباء سواء من مصر وأطباءنا من قطر يقيمون الحالات ومن ثالث يتم رفع الكشفات إلى قطر من بعدها بالاعتماد مع وزارة الصحة المصرية ووزارة الخارجية يتم تنسيق عملية الإجلاء إلى قطر اليوم إن شاء الله تعاوننا مع الحكومة المصرية في إخلاء طبي لعدد 27 مريض يتعالجون في مستشفيات مصر نقلهم إلى إن شاء الله الدوحة لإستكمال علاجهم إن شاء الله جهود جبارة تشكر عليها الحكومة المصرية وكل الشعب المصري تعاون جدا ممتاز وسلس إن شاء الله يتعاونون مع كل الدول كأنها بدون أي تقصير جهد يشكر صراحة على كل إخواننا المصريين طريق كان كتير حلو وسهل وماتعبنا وماشاء الله عن جد كتير انبسطنا من إخواننا المصريين كانوا كتير لطاف وكتير كويسين معنا وإحنا كتير انبسطنا بالإقامة في مصر عن جد كانوا ناس كتير كتير محترمين وكويسين والمستشفيات كانت كلها تحت خدمتنا شو ما بدنا كانوا بيأدمولنا ما حتجنا أي شيء حسينا حنى عن جد لسه إحنا ببلدنا وبين إخواننا